اجتمع معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف مع السيد موراتينوس ميغيل الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة وذلك على هامش مشاركة معالي الوزير في الملتقى الدولي حول تعزيز التعايش السلمي الذي عقدته مجموعة العشرين في الجمهورية الإيطالية وجرى خلال الاجتماع تباحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية في دعم الحوار بين الحضارات المختلفة والثقافات المتعددة وسبل تعزيز الشراكة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مجال الحوار بين الحضارات عالميا وأكد معالي الشيخ خالد بن علي أهمية تعزيز العمل مع تحالف الحضارات من أجل تعزيز وتنمية التفاهم بين الأديان والثقافات ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم وبخاصة مكافحة التطرف والعنف هذا وأشاد السيد ميغيل بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حوار الحضارات والتعايش السلمي وأكدا أن مملكة البحرين من النماذج المتميزة في التعايش والانفتاح واحترام الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر